اشتركوا في القناة صفحة اللي تقدروا ان انتوا تقدموا فيها وانتوا قاعدين بتشوفونا وبتتفرجوا علينا هتلاقي انه بتوصل انه يمكنك التبرع مرة واحدة او بشراكة شهرية عن طريق حضرتك بقى ممكن تختار ممكن تختار كريدت كارد او باي بال لو اخترت البي بال مثلا هيروح مدخل حضرتك على الصفحة اللي هتلاقيها من فوق اخضرت ليه لان دي معناها انها آمنة معناها ان هي سيكيور وهناك تقدر تقول مثلا انا هقدم ميت دولار شهريا ميت دولار شهريا وتقول انا هعمل الحكاية دي منصلي ففي الحالة دي هيروح مدخل حضرتك على يا اما تدونيت عن طريق البي بال لو حضرتك عندك حساب وتقدروا تعملوا حسابات كلها فيري سيكيور ومرة واحدة ويتبقوا بتتعمل الحكاية دي بطريقة شهرية او حتى عن طريق البي بال تقدر حضرتك او حضرتك انك انت تقدم عن طريق الديبت او الكريدت كارد بسهولة شديدة جدا لو رجعنا لو رجعنا لو رجعنا لي الصفحة اللي قبل كده هنلاقي انه اه احنا هنرجع للصفحة دي انا ممكن ادفع كمان بكريدت كارد حضرتك بتقدم الكريدت كارد وبعد كده هيروح مدخل حضرتك ومديلك الفرصة انك انت تقول طب انا هدفع 100 دولار شهريا وهدفع ريكيرينج دونيشن او هدفع 1000 دولار دلوقتي واون تايم مثلا تقدر حضرتك تختار ما بين دولت ودوت هيدخلك ويدخلك على انك انت تقدر تعمل كده الفريكونسي منسلي الحرية تيفي حضرتك بتحط الاسم والعنوان اللي عليه الكريدت كارد بتاع حضرتك كل ده هيكون مهم جدا وبتحط نمرة الكريدت كارد وغيره وزي يقول حضرتكم ان كل الحكاية دي امنة جدا وانسى حضرتك حطتها وقلت انها تتاخد بطريقة شهرية انت الوحيد اللي تقدر انك انت تتحكم فيها بعد كده احنا ما بيبقاش عندنا رقم الكريدت كارد دوت كل اللي بيكون عندنا هو الاربع ارقام بس علشان كده مرات لما الكريدت كارد بتاع حضرتكم بيحصل او حاجة زي كده بنتصل بيكم دولوا بتتصلوا ليه علشان خاطر احنا ما عندناش غير الاربع ارقام الاخيرة حتى لو بناخدها حضرتكم بتمليها للكول سنتر على التليفون لكن فعليا ما بنعملش كده يعني البروسيدور ان احنا اول ما بتتحط في السيستم السيستم بيحتفظ بيها بنبقى شايفين بس اخر اربع ارقام وبنعمل شريدنج او بتتقطع كل الاوراق دي لان ده القانون هنا في امريكا حضرتكم تقدروا تعملوا الحكاية دي بسهولة جدا فمن فضلكم زي ما قلت دونيت ضت الحرية ضت ارج هتدخل حضرتكم على هذه الصفحة اللي انتوا شايفينها تقدروا تعملوا كده من خلال التليفون تقدروا تكونوا شركاء شهريين اشتركوا في القناة